شوفوا لي هالمنظر ما اجمله صينية غدا او عشا بحجم عائلة بتجهز معكن ب35 دقيقة فيها اغلب العناصر الغذائية لكل السيدات اللي بيشتغلوا بيرجوا عالباد دونيتو بخو مستعجلين وحتى لطلاب الجامعات صينية الرز بالجاج والخضرة مع الكرامة والجبنة راح نبلش اول شي بتجهيز الرز وبدنا نفلفل الرز بقلب تنجرة راح نحط شوية من زيت النباتة او زيت الزيتون ونقلي معن حبتان من التوم وبس اطلع ريحة التوم راح نحط الرز اللي مكونوا مغسلينه كتير منيح كباية ونص من الرز حطات كباية من الرز البسمتي الحبه الطويله ونص كباية رز مصره منقليهم ديقتان مع الزيت والتوم نرجع من غبرهم بالمي ثلاث كباية من المي ورح نحط لهم رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح ندركهم على نار قوية حتى يبلشوا ويغلوا بياخدوا كمان شي ديقتان ونرجع من سكر الطنجرة عليهم وبعدنا ندرك الرز حتى ينطبخ بياخد تقريبا 15 ديئة بهذا الوقت راح نحضر للتجاجات وبقلب مقلاية حنحط بقلبها شوية من زيت الزيتون راح نقلي فيها بصلتان كبار وحبتان التوم مهروسين منقليهم لحتى يبلشوا يدبلوا تقريبا شي خمس دقايق ونرجع منظيفة عليهم علبة دراء وعلبة فطر منغسلهم كتير منيح ومنظيفهم وكمان نرجع بدنا نقلبهم وبدنا القليهم شي خمس دقايق تانيين حتى كلها الخضرة تتدبل عنا وتبلش بدها تستوي منشيل الخضرة بنفس المقلاية راح نحط كمان نقطة زيت ورح ننزل هلا نصف كيلو من صدورة للتجاج يمكنهم معطعينهم لمربعات راح نملح ونبهر ونستخدم اي نوع بهرات نحنا منحبها متوفرة عنا انا حطيت ملح بابريكا زنجبيل عقدي صفرة فرفل اسود شوية قرفة وشوية مندبس الفلاي فلاي وعلى نار كتير قوي راح نقلي للتجاجات لحتى ينطبخوا عنا ولحتى يستويوا عنا بس ما بيخدوا تقريبا اكتر من عشر دقايق منضلنا عم نقلبهم ومنضلنا عم نقليهم كتير منيح لحتى نحسوا نبلش ويستوي طبعا بيبقوا المي اللي بقلبهم بيجرعوا بينشفوا من المي منرجع من نزل الخضرة اللي قليناها اول شي فوقهم منقلبهم كلهم سوا كتير منيح منرجع كمان منقليهم شي ديقتان ثلاثة مع بعض منرجع اخر شي منضيف عليهم شوية من الخردن ومقلبهم على السريع واخر مكون رح نضيفه هو كرامة الطبخ كرامة الطبخ رح ترفقنا بكل خطوات هادي الوصفة انا جبت لتر واحد منها استخدمت تقريبا تلتر بايعه هلا هون عالتجاجات ضفت كباية من كرامة الطبخ ورجعت قلبتهم كلهم سوا مظبوط والتجاجات تعولنا بيكونوا صاروا جاهزين خلطة لتجاج بتجنن طعمتها صارت جاهزة مضف النار عليها بهذا الوقت نحنا كنا بعضنا عم نطبخ الرز وهلا الرز استوى صار جاهز عنه اشوفهم احلات فلفل وهو الخطوات كلهم اللي حكيناه المفروض ياخده تقريبا 20-22 ديئة او مش اكتر وهلا بقلبصينية الفرن او بقلبايريكس الفرن نحط اول شي بكعبه شوية من كرامة الطبخ منرجع عم نفرد الرز كل الرزات اللي فلفلناهن نفردهم من رصهم مظبوط منرجع كمان منشرب الرز بكرامة الطبخ انا تقريبا كمان رح نحط شي كباية من كرامة الطبخ وعفكرة فيكن بدلوا الكرامة بصوس البشامال فيكن تحضروها انتو بس انا بدي خلي الوصفة تطلع اسرع كلمان هيك عم حط كرامة جاهزة نرجع بنوزع الجاجات اللي حضرناهن وكان سأبت عندي فيه اسبانيخ بالفريزر فحطيت كم حبة من الاسبانيخ فوق الجاجات بيعطوا طعام وبيعطوا نكهة كتير طيب بنفس الوقت صحيين وفيهم كتير فوائد غذائية واخر شي على الوجه كمان رح نجع نحط كرامة الطبخ اذا لاحظتوا بين كل ما خطوة والتانية فيه كرامة الطبخ حتى تطلع الاكلة الجوسي وممتاشت شي مبنية تطلعناش فيه طبعا ما مننسى الرش على الوجه ونزاين الوجه بالجبنة وهلا على الفرن الفرن حامي من فوقه من تحت تقريبا مدتش 10 دقائق الى 12 دقيقة طبعا الفرن شغال على اعلى درش حرارة ونحنا بهالوقت منجل الجليل حتى ما نخلي جليلة بعد الغداء وهدي صينيتنا طلعت من الفرن ونشوفوا منظرة مع احليها وكيف عم تبق بي اذا قدرتوا انطروا على شي بس 5 دقائق 6 دقائق بما تقصوها وتقدموها هيك بتهدأ شوي بصير القطعة معكم ما بتفرط من قطع على مربعات وتساوية الحجم شوفوا منظرة مع احليها شوفوا الرز مع احليه كيف متشتش من تحت والجبنة منظرة ذهبية عم تلمع وشوفوا كيف منشيل الشقف شوفوا مع احلى منظرة هون كان بعدها كتير صخنة بس نطرت عليها 7 دقائق فما فرطت وبتقدموها بتستمتعو فيها فعلا اكلة غير شكل سوبر 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 طيبة لازم تجربوا حتى تتأكدوا خبروني اذا كنتم جاربينها من قبل واي اضافات ممكن تعملوا عليها واذا اول مرة بتشوفوها لازم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وما تنسوا تبعطوا للصور واهم اشي خبروني كم دقيقة رح تاخد معكم حتى تجهز وصحتين والف عافية على قلبكن جميعا